أعتقد أنه الفنية إسماعيل فرغالي هيتفق معايا في أنه مكتوب علي بيودي حضرتك في مسيرتك الفنية في منطقة تانية جداً مش كده؟ الحمد لله شايف اختياراتك الفنية القادمة أو تتمنى بما أنك بتقول أنه ده رزق وإحنا متفقين تتمنى أنه القادم يبقى في أني اتجاه أو تفضل في هذه النوعية من الأدوار أو نفسك تعمل دور جديد ما تعملش قبل كده أنا أحلم بمسلسل أو سيدكم أي أن كان المسمى نسميه ولد أبو إسماعيل البيت المصري الرسالة منه الرجوع للقيم والمبادئ من خلال كوميديا ده عبارة عن عمارة ساكن فيها كل الاختلاف يعني مصر صغيرة فيها المسلم والمسيحي والجدع والموضع نقول للناس أنه نرجع للقيم بتاعت زمان وإحنا بابتسامة وبضحك مش لازم الناس ما بتحبش النصيحة المباشرة مدرسة الكلام الأخلاقي عفوا الكلام الأخلاقي والكلام اللي فيه طبعا محاولات للتوعية وفيه رسالة اتعاملت مثلا كتجربة عائلة ونيس بعض الناس حبيتها جدا وبعض الناس قالت فقدة تلقين مباشر إيه رعيك في الفكرة؟ بالضبط أنا يعني أنا عايز يعني نفس الفكرة بس بره طبعا أستاذ محمد صبح محدش مش هلنا اللي هقدر طبعا هو أستاذ كبير لكن دي كانت ردود العفعيل إنه ما تكلمونش بالطريقة دي يعني يمكن الناس ما تقبلهاش دلوقت أنا أنا يعني مدارس يعني بس طبعا أنا مش حضرتك تصنف نفسك في أي مدرسة في الأداء الكوميدي لا أنا مش عارف المدارس بتاعت الكوميدي إيه حتى نصنف يعني شابه مين؟ شابه مدراسة مثلا أنا حب نجيب رحاني قوي نجيب رحاني مين اللي تحبه؟ نجيب رحاني اللي هي الكوميديا الواحد ما يمثلش اللي هو ما يتمثلش عشان تمثل كل ما تكون طبيعي هتوصل للناس أكتر كل ما تكون طبيعي هتوصل للناس أكتر بسهة بالزبط كده بش قصير